السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديوهات اللي فاتت تتكلمنا مع بعض عن الستراكشر او البنية بتاعت الماك ادرس وتعرفنا على معلومات مفيدة جدا في ايه هي اشكال الماك ادرس الفرق بين اليونيكاست ماك ادرس والمالتيكاست ماك ادرس اليونيفرسالي اصايند واللوكالي اصايند يعني ايه ال او اي يعني ايه الى اخر هذا الكلام اللي اتمنى ان احنا كلنا تكون وصلت لنا نفس المعلومة او ان يكون كلنا دلوقتي يبقى انا وقفين على ارض صلبة في فهم ماهو الماك ادرس في الفيديو النهاردة ان شاء الله هو يعتبر فيديو ادفانست شوية هنكمل فيه بعض المعلومات وهنتناقش فيه بعض النقطة الخاصة بالماك ادرس فخلينا ان شاء الله نتابعه مع بعض مع العالم يعني ان كتير او معلومات اللي انا بقولها واللي هقولها خاصة في الفيديو ده برا الاسكوب بتاع كورس السيسي ان ايه ولكن احنا زي ما احنا متفقين او والعهد اللي انا خدت على نفسي اول ما بدأت الترينينج دوت ان انا هقول كل المعلومات اللي ممكن توصل في بعض الاحيان لليفل السيسي و ايه طالما احنا ماشيين بالتفصيل ومدام احنا بدقين من الاول فليه ما نبدأش من الاول خالص على تأسيس قوي وعلى بنية قوية ويبقى عظم الناس مليان كالسيوم وفهمين معنى الشبكة ومعنى نتورك بشكل مستفيد وبشكل وافي فانا هنا بديك الاختيار لو الموضوع بالنسبالك انت مش هيستعرف اكبر من السكوب بتاع الكورس في كلام في الفيديو ده ممكن ما تكونش مهتم بيه ولكن اؤكد لك ان انت لو تبعت الفيديو ده ان شاء الله هيبقى عندك فرق واضح في المعلومات بينك و بين اي حد مذاكر السيسي ان ايه فقط او مكتفي بالمنهج او الكريكولم المطروح من شركة سيسكو او الكلم ده الاول كده خلينا نتكلم مع بعض ان خلينا عارفين ان كلمة ماك ادرس كلمة ناك الوحدها هي اختصار لميديا اكسس كنترول وما بقصد الميديا فانقصدي بيها الكابل او الفيزيكال ميديم اللي انا بوصل لها عن طريق الماك ادرس او عن طريق الادرس دوت الماك ادرس بما انه بيشتغل في الكمونيكيشن بتاع اللان يعني انا لو تقل بشرح الفرق بين الماك ادرس و الاي بي ادرس و ده هنشوفك في كتير من المصادر هنقول ان الماك ده بيستخدم عشان التواصل بين الاجهزة اللي جوه نفس الشبكة و الاي بي ادرس بيستخدمه عشان التواصل بين الاجهزة اللي بره الشبكة في الحقيقة حتى الاجهزة اللي جوه الشبكة انا عشان اقدر ابعت لها بيانات واستقبل منها بيانات انا محتاج الماك ادرس و محتاج الاي بي ادرس معاه فبعض الناس ممكن خلطا او ممكن تفهم ان بما اني بشتغل في جوه نفس اللان مش بتكلم مع حد بره شبكة بتاعتي فليه ما نتكلمش مع بعض عن طريق الماك ادرس و نستغنى عن ان احنا نتعلم حاجة اسمها اي بي ادرس ما هو انا اللي انا فهمه ان الماك ادرس بيستخدمه جوه اللان و جوه اللان مفيش راوتر مفيه سويتش فانالي محتاج اتكلم بالاي بي ادرس مدام الماك ادرس بيديني خاصية او امكانية ان انا اتكلم مع الاجهزة اللي جوه نفس النيتورج الاجابة على السؤال ده خلينا كده نفهم ما هو الهدف من اللير 2 فريم ايه؟ الفريم اللي تعرفنا عليه من كام فيديو لما قلنا ان الفريم فيه دستانيشن ماك والسورس ماك والإيسر تايب والديتا والف سي اس هدف الفريم ان هو شيل جواه اللير 3 باكت وهدف اللير 3 باكت ان هي تشيل جواه التسي بي او هدف من احدافها ان هي تشيل جواه التسي بي او اليو دي بي او تشيل جواه ترانسبورد هيدر او السيجمنت اللي هيكون في اخر جواها البيانات اللي بتتنقل فالموضوع جماعة ماشي في التواصل بتاع الشبكات مراحل متركبة على بعض انا مينفعش اخد باكت لوحدها لير 3 واقول لها روحي اتبعتي عن طريق سويتش السويتش مش هيفهمها محتاجة حطها في ظرف الظرف ده فيه معلومات يقدر السويتش ان هو يفهمها فعلى الرغم ان الماك ادرس بيستخدم جوا اللان ولكن هو هدفه الاساسي برضه ان هو هيشيل جواه الى اللي بتشيل بدوجه جواه التسي بي اللي بيشيل بدوره جواة البيانات اللي انا عايز ابعدها ماينفعش اجيب بيانات داييريكت كده احطها جوا تسي بي او ويةكت وحطها جوا الفريم لأ لازم بتتخطي جواه تباكت والباكت نفسها لازم بتتحط جواه فريم العشان ينفع تسافر عبر الشبكة الداخلية اللي انا مجود فيها فده الاجابة على السؤال هو انا طالما القطب بتقول انا بستخدم المك ادرس في layer 2 communication يبقى ايه اتداعي ان انا اشتغل بالIP ادرس زي ما وضحنا في حاجة اسمها البروتوكول ستاك وده معناها ان انا حضرتك لما باجي احب انقل تسي بي سيجمنت ماينفعش تسي بي سيجمنت دي تمشي مع نفسها كده مش عارف يراحها فيين لازم تتخط جوه IP packet طب ليه ماينفعش تتخط جوه فريم على طول لان الفريم مش مهيئ انه هو يتحط جوه سيجمنت السيجمنت او الترانسبورت هيدر مهيئ فقط انه هو يوضع جوه حاجة اسمها الIP packet والIP packet لوحدها مفيهش حاجة اسمها البرامب مفيهش حاجة اسمها الستارتوف فريم فالكارتة النتورك اللي هتستقبل مني البيانات دي لما حاجة ابعتها عن طريق الكابل فشكل باكت فقط هي مش هتبقى عارفة ان ده بداية لفريم جديد او بداية لستريم ترافيج جديد وكمان مفيش معلومة المك ادرس اللي انا عايز اروح لها ومش هقدر ان انا يخلي السويتش يفرم اي بي ادرس لان ده هيبقى موضوع مرهق ومكلف وكمان مش هيبقى فيه فاعلية وقوة زي ما السويتش هيعملها يعني احنا برضو هنعرف مع بعض ان السويتش هدفه انه هو يبعت البيانات اللي بيستقبلها باقصى سرعة ممكنة فاحنا عملنا له الفريم فيه معلومات بسيطة يقدر ان هو يقراها متمثلة في الديستينيشن والسورس مك ادرس عشان يعمل لها باصن جعلته الاول ما تعدي منه انما انا هخلي السويتش هحاول انه ابرمجه عشان يقرى الاي بي باكت ويفهم يروح لانه اي بي الموضوع هيبقى مرهب ومعقد يعني الموضوع مش هيبقى بالسلاسه اللي احنا متخيلينها فلايه الماك ادرس بيستخدم في اللان كده احنا فهمنا عشان موضوع للسويتش هو اللي بيفهمه وعشان نسرع عملية النقل وكمان لان الفريم ده هو اللي بتحط جواه الباكت والباكت الواحدها ماينفعش نشيل التيسي بي سيجمان وتمشي في الشبكة لا لازم الفريم جوا الباكت ولازم الباكت يحط جواه السيجمان لازم الموضوع يترتب ويتبنى زي ما انا بقول بالظبط ليرز لير 2 لير 3 لير 4 مينفعش اخد لير 4 احطها في لير 2 اعطونا اتمنى كده الموضوع يكون واضح طيب هدف تاني من اهداف الماك ادرس لو جينا نتكلم على هو انا ليه محتاج الماك ادرس في اللان غير السبب اللي احنا عناه من شوية خلينا كده جماعا نتكلم مع بعض ان انت دلوقتي قبل ما يكون معاك اي بي ادرس وانا عارف ان احنا لسه ما كلمش من اي بي ادرس بس بحكم ان احنا وصلين للسي سي ان ايه فالمفروض انكم اخدنا شهده زي اي بلوس قبل كده درسنا حاجة اسمه اي تي اسنشل على الاقل عارفين ان في حاجة اسمه اي بي ادرس الاجهزة تستخدمه عشان تتواصل مع بعضها سواء جوا الشبكة او بره الشبكة فعموما يعني في حاجة اسمه اي بي ادرس وده بيبقى عنوان الجهاز على مستوى الناتورك لاير لكن الماك ادرس كان عنوان الجهاز على مستوى الداتا لينك لاير قبل ما الجهاز بياخد اي بي ادرس احنا لازم بنحط في الشبكة حاجة اسمه ديناميك هوسط كونفجريشن بروتوكول سيرفر او اصطلاحا حاجة اسمه دي اتش بي سيرفر ووظيفة الدي اتش بي سيرفر ده انه هو بيوزع اي بي ادرس جوه الشبكة يعنى انا دلوقتي او مش اي بي ادرس بس او بيوزع انفورميشن بيوزع معلومات زى حاجة اسمه الدي اي بي ادرس زى حاجة اسمه الدي اي اتش بي سيرفر زى حاجة اسمه الدي فولت جي توي وحوالى 255 معلومه تانية احنا مش هنتناولهم كلهم ولكن ان شاء الله اكيد اكيد فيه فيديو مخصص في بروتوكول دي اتش بي وبيشتغل ازاي الى اخر هذا الكلام لكن عموما انا عشان اوزع IP Addresses محتاج حاجة اسمها ايه؟ محتاج حاجة اسمها DHCP Server الكلينت او الجهاز الكمبيتر لما يوصل في الشبكة الاول مرة مش بيكون معاه IP Address فببعت request حاجة اسمها ان انا عايز ادور لو فيه DHCP Server يا جماعة في الشبكة من فضلكم يرد علي لان انا عايز اخذ IP Address فالسيرفر لما هيسمع الرد ده هيرد على الجهاز ازاي وجهاز معهش IP Address هيرد على الجهاز بمعلومية الماك ادرس اللي الجهاز بعته فاول وظيفة من وظيف الماك ادرس اللي بتستخدم في الشبكة ان هو بيستخدم لما يكون فيه DHCP Server لما يحب اله ده 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 ان هو يرد علي الجهاز اللي طلب ان هو ياخد IP Address منه هيرد عليه اول مرة بالماك ادرس اللي جاله منه اليوزر ده فالماك ادرس بيستخدم في الكميونيكيشن مع اله ده ده سيرفر قبل مرحلة ما الجهاز ياخد IP Address هو بيتكلم معه بعد ما ياخد IP اه بيحصل ان الجهاز بيكلم ال DHCP Server بعد ما ياخد IP عشان يجدد ال IP ده عشان يقول له السيرفر ال IP ده لسه محتاجه من الفضله متردوش مني والكلام ده كله يعني بس ده مش موضوعنا دلوقتي طيب الهدف التاني من الماك ادرس برضو من الوظيف اللي بيحلها لي في الشبكة ان لو في حالة مفيش DHCP Server موجوز الشبكة يعني احنا عارفين يا جماعة ان فيه نوعين من ال IP Addresses حاجه اسمها Dynamic بخدها عن طريق DHCP بتوزع Automatic من سيرفر اسمه ال Dynamic Host Configuration Protocol وشرحناه كده على الدايق شرحناه كده بشكل بسيط وفيه نوع تاني اسمه Static بدخل على الجهاز نفسه بقول له خد ال IP Address اللي رقمه كذا وثبته على الجهاز لو رستارت الجهاز لو نعلته من شبكة للتانية ال IP Address الليستاتيك ده مش هيدغير ولكن لو ال IP Address كان عن طريق DHCP فكلما حتناقل شبكة مختلفة كلما رستارت الجهاز احتمال اخذ IP Address مختلف احتمال لان ال IP Address فيه حاجه اسمها Least Duration والLeast Duration معناها هو لوانا في نفس الشبكة الجهاز هيفضل محتفظ بال IP Address ده المدد القديم المهم بدون الدخول في تفاصيل فرعية ما لازم لازم دوقتي معنا دوقتي لو مفيش بقى DHCP Server في الشبكة ولو انا مش عامل Configuration لستاتيك IP Address ساعتها الاجهزة اللي هو الشبكة بتنتخب لنفسها او بتختار كل جهاز على حدة بيختار لنفسه IP Address Random فرنج اسمه الابيبة اعرف بس اسمه دلوقتي اسمه ايه الابيبة بيظهر امتى بيظهر لما الجهاز يكون بيدور على DHCP Server وما يلاقيش فساعتها الجهاز بيختار لنفسه Random IP في رنج اسمه الابيبة الرنج ده بيبدأ ب 169254.x.x يعني في صفرين او في تمانية 16 بيت في الاخر فاضيين وال16 بيت دول هيدوني 65 ألف احتمال للـ IP Address اللي ممكن تتحط فيه الـ 16 بيت دول طيب كل جهاز زي ما قلنا هيختار لنفسه Random IP Address هيختار IP Address على مزاجه وهيحطه لنفسه مش ممكن يحصل دوبليكيشن في الـ Addresses يعني مش ممكن جهازين قادرا يختاروا نفس الـ Address طبعا هو احتمال بعيد يعني بس هل ممكن يحصل حاجه زي كده اه ممكن يحصل طيب ازاي بضمن ان الاجهزه اللي جواه الشبكه بنسبه كبيره مش هيحصل فيها دوبليكيشن في IP Address لو كلها اختارت انها تشتغل بـ IP Address القبيبة عن طريق الماك ادرس ازاي الجهاز لما بيلاقي ان ما فيش ديتش بي سيرفر بيعمل حزبة كده بناء على الماك ادرس بتاعه على اساسها يجنريت رانضم ماك ادرس جرينج القبيبة ويشتغل بيه مع العلم ومع الاعتبار ايه ان احنا فيه عندنا زي ما قلنا اثنين بار 24 يعني احنا ممكن نقول الـ OUI ده كان 24 بيت وعندنا Client Identifier 24 بيت فالجهاز لما هيجي يختار ماك ادرس هيحسب على الماك ادرس بتاعه وهيبقى عنده يعني هيطلع بقى الاحتمالات اللي موجودة والاجهازة اللي عندي موجودة في الشبكه او الرينج بتاع القبيبة ده هيبقى 16 بيت يعني في عندي 65 ألف احتمال و 2 بار 24 اكيد اكبر من الاحتمال ده وانسوا هالس جزء للقرص ده مفيش داعي ان انتوا توجعوا النق بيه المهم دلوقتي ان الماك ادرس بستخدمه مع القبيبة عشان اجنريت رانضم ماك ادرس وعشان اضمن ان الماك ادرس ده الاجهزة اللي هتختاره مش هيتعارض مع اي ماك ام مع اي اي بي ادرس تاني جهاز اختاره نفسه بشكل عشوائي بما ان الماك ادرس اسجوه الشبكه تعتبر يونيك فبالتالي مفيش اي بي ادرس بنظام القبيبة هيحصل ان هو يتم ايجاده ودبليكيتد لأي بي ادرس موجود قريدي خلينا برضو عارفين معلومه طيب هو ليه اصلا القبيبة القبيبة دي اتعملت عشان لو مفيش ديش سيرفر موجود في الشبكه وعشان انت حضرتك متعملش configuration لأي بي ادرس استاتيك الاجهزة هتاخد اي بي ادرس اوتوماتيك وتتكلم في اللامة بعض مفيش مشكله يعني انت عملية لو في الشبكه كل الاجهزة اللي جواها موجود في رنج ابيبه كل الاجهزة تتكلم مع بعض لو انت عرفت الاي بي ادرس بتاعتها يعني خليك برضو عارف المعلومه دي كconcept وان كان محدش بعمل الكلام ده الناس يبتعمل static address يا dynamic address لكن انا بشرح دي عشان افهم ان الماك ادرس ليه استخدام في عملية حزبة الاي بي ادرس برضو ليه استخدام في عملية الاي بي في سكس auto configuration يعني الاي بي في سكس فيه برضو حاجه شبه القبيبة اسمها اي بي في سكس auto configuration او link local address ده بيتم انتخابهم او بيتم برضو اختيارهم بناء على معلومه الماك ادرس اللي موجوده على الاجهزة وان كان ان في القبيبة انا بشتغل بالمك ادرس اللي هو مكتوب بسيغة اي او اي 48 لكن في auto configuration او في link local بشتغل بالمك ادرس المكتوب ب اي او اي 64 وان كان ده مش موضوع لكن ممكن انتخدوا اللي هو عندكم وتدوره على ايه الفرق بين الاي او اي 48 وايه الفرق بين الماك ادرس بين وبين الماك ادرس المكتوب بسيغة اي او اي 64 حاجه تاني كمان محتاجين اخنا نفكر بيها اا مع بعض هو انت ممكن ازاي تعرف الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعك بيختلف طبعا على حسب هو انت شغال ويندوز ولا لينكس لكن بالمجمل لو انا بتكلم على ويندوز وده اغلب الناس هتكون شغالة على ويندوز كوماند بسيط جدا هتكلمة جيت ماك كلمة جيت لوحدها وكلمة ماك اللي اتنين لازقين في بعض زي ما انت شايف جدا وهتبتكي انتر فهيبنلك كل الماك ادرس اللي موجودة على الجهاز بتاعك بيكده كل الماك ادرس اللي موجودة عندي طبعا في منهم ماكات الواي فاي الويرلس ماك ادرس بلوتوز وفيه برضو انا شغال virtual machine على الجهاز بتاعي ففيه virtual max موجودة الى اخر هذا الكلام فانت ممكن تجيب الماك ادرس لو انت بتكلم على الويندوز بالكوماند اسمه جيت ماك على الينكس بتعمل كوماند اسمه ifconfig بس بما انك مفيش لينكس موجود حاليا دلوقتي عندي فالوضع اللي ifconfig عندي هو اللي هيظهر لي الماك ادرس او هيظهر لي معلومات كارتة النيتورك لو انا شغال على الينكس وطبعا شوفنا مثال في الفيديو اللي فات لو انا عايز اعرف الماك ادرس ده مثلا الفيندور بتاعه مين باخده وبروح على الموقع بتاع الايان الريجيستريشن اللي انا ادركه في الفيديو اللي فات وبسيرش باول ستة او اول تلاتة اختت هنا وبقدر اعرف الفيندور او الشركة اللي انتاجت الماك ادرس اللي مربوط بالكارتة دي هي مين طيب فيه كمان طريقة تانية ان انا اقدر اعرف الماك ادرس غير كوماند لاين ان انا بفتح قائمة الرن او بفتح cmd كده وبكتب هنا ncba.cbl لما بضغط هنا انتر بيفتح لي قائمة النيتورك اللي هي كنت بفتحها في ويندوز 7 لما كنت بقول view my network انما في ويندوز 10 لو عايز لك تفتحها بسهولة بتكتب ncba زي هماية بكتوبة كده يعني خليني برضو اوضحها بخط كبير شوية بكتب ncba.cbl طيب حيكفة تحتها بتختار مثلا عايز طرف كارت ماك ادرس كارتة الواي فايف دابل كليك عليها بتظهر لك options الواي فايفي تقول له detail فهنا يقول لك الماك ادرس اللي مربوطة على الكارتة دي اهو d4d2 الى اخر هزا الكلام فكده انت عرفت الماك ادرس اللي موجود على كارتة معينة بطريقة من على الويندوز يا اما بطريقة ncba.cbl يا اما بطريقة ان انت تفتح cmd وتكتب command او امر جيت ماك ودي من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تكون عارف تعملها وردي لوحدة طيب حاجة ثانية معنا هو الماك ادرس ممكن اشوفه مكتوب ازاي ده بيختلف على حسب السيستم اللي انت بتشوف الماك ادرس عليك يعني حاجة مثلا لو شغال على ويندوز زي ما احنا شوفه مع بعض الماك ادرس بيكون موجود مكتوب ازاي بيكون مكتوب حرفين او رقمين كده بالنسبة لي بيكون مكتوب مثلا عندي كده هنا رقمين داش رقمين داش رقمين داش رقمين داش رقمين داش طب لو بتكلم عن linux شكل الماك بيكون مختلف بيبقى رقمين وما بينهم سيمي كولون اللي هي نقطتين اللي فوق بعض طب لو بتكلم في جهاز سيسكو لو فاكرين مع بعض اما شوفنا الجزء بتاع الماك ادرس تابل شوفنا ان الماك ادرس في السيسكو مكتوب ازاي مكتوب اربع ارقام دوت اربع ارقام دوت اربع ارقام كماله فشكل الماك ادرس في الاخر هم هم الاثناشر كاركتر او الاثناشر رقم وحرف المكتوبين ولكن على حسب نوع الابريدين سيستم بيختلف شكل الماك ادرس في الويندوز زي ما قلنا الفرق بينه بيكون داش في اللينكس بيكون كولون في اللينكس والماك الاثنين نفس الموضوع تقريبا طبعا في اللينكس والماك والاندرويد اي حاجة مبنية على نواة اندرويد او على نواة ابل ايو اس بنلاقي انها في كولون بين الاثنين ولو بتكلم على سيسكو فبيبقى الموضوع اربع كاركتر وفيه دوت في النص ولا داش ولا كولون فيعني شكل الماك بيختلف على حسب السيستم السؤال بقى اللي بعد كده هل ينفع ان انا اغاير الماك ادرس الموجود على الجهاز بتاعي اه طبعا ينفع فيه تولز ينفع ان انت بيها تغير الماك ادرس اللي موجود عندك على الجهاز او ممكن في بعض الاحيان بتفتح الكون في كارت النتورك نفسه وبيبقى فيه اوبشن ان انت تغير او تكتب ماك ادرس فيك او ماك ادرس مش حقيقى للكارتة دي او ممكن عن طريق بعض الاحيان حاجة اسمها وبيتفتح برضو في مكان معين كي معين وبغير من الماك ادرس وفيه بعض تلفونات الاندرويد زي السامسونج والشاومي والواوي بتبديك اوبشن دلوقتي مع اندرويد 10 ان انت وانت بتلوجن على الشبكة بيقولك هل انت حابب تستخدم ماك ادرس يعني ماك ادرس روندوم ولا لا طب انا ليه ممكن اكون محتاج الانخار الماك ادرس عشان يكون عندي نوع عمى خصوصية ما هو انا لو الماك ادرس وزاعة تعرف فايتعرف نوع الجهاز بتاعي ايه فاف الحالة دي ممكن يحصل لتراكينج ويتعرف ما داخل من جهاز ايه في الشبكة بتاعتي الاخر هزا الكلام يعني غالبا الهاكرز او في شغل البين تيستنج بيخصل حاجة اسمها ريكوننسس يعني بنبدأ ان احنا نحاول ان احنا نعمل استقصاء او تقصي هي ايه الحاجات اللي موجودة جوه الشبكة فانا من اول المعلومات اللي ممكن اعرف منها نوع الجهاز اللي معي في النتورك الميكادرس بتاعه لو عرفت الميكادرس بتاعه ايه لو هو معيك نفس الله يعني اقدر اعرف هو ايه نوع السيستم ده هل هو تليفون هل هي برينتر هل هو سويتش هل هو جهاز كمبيوتر هل هو ابل ديفايس وابدأ ان انا ادور على صغرات في الاندرويد صغرات في الابل صغرات في الويندوز وحاول ان انا اخترق الجهاز ده ده السومنج يعني او بافتراض يعني ان احنا ماشتغلناش بطريع ادفانست شوية يعني اكيد طبعا الموضوع بيبقى اعقد ومتطور اكتر من كده طيب سؤال تاني هل ممكن في نفس الشبكة يلاقي ان فيه ماك ادرس او طبعا لو انا بشتغل بالفين وير فايحنا زي ما قلنا نديله وكلي اصاين فوارد ان يخصل ان تلاقي 2 ماشينز بقاديهم من نفس الماك ادرس او في بعض الاحيان ممكن تكون شركة مثلا زي زيروكس بتعمل برينترز او بتعمل كروت نتورك من سنة 1980 وكانت بتبدأ بكروت النتورك من ايام ما كانت كارت النتورك 10 ميجا بيت برساكند طيب دلوقتي حصل ان حصل تطوير بقيت باشتغل ب10 جيج بألف ميجا بيت برساكند فوقتها الكروت العشرة ميجا ما بقتش مستغلة فممكن ناخد الماك ادرس اللي انا كنت بحطها لكروت العشرة ميجا بيت برساكند وحطها لكروت الالف فممكن ان يخسر الماك ادرس طيب هل هي مشكلة لو فيه 2 double max موجودين في الشبكة او طبعا لو انا عندي جهازين دي ونفس الماك ادرس دي طبعا مشكلة ليه لان معنى كده ان السويتش بالغلط ممكن يبعت البيانات للجهاز الخطط يعني ممكن انك وانا عايز اكلم ال IP ادرس اللي هو اسمه X ومعندي جهاز IP ادرس 2 اسمه Y لكن الاتنين الماك ادرس بتاعهم اسمه B فالسويتش مش هيشوف ان انت عايز استكلم X او Y السويتش هيشوف ان انت عايز استكلم بيه فعلى حسب انو فيهم الاقرب انو فيهم اللي بعت من علومة اصح او معلومة اجدد السويتش هيواجهك ليه وده طبعا يفتح لنا الموضوع لفكرة السيكوريتي الماك ادرس يعطبا من الحاجات اللي الناس بتاع السيكوريتي محتاج ان هي تفهمها كويس قوي لان بناءا على الماك ادرس بيحصل اتاكس او بيحصل حاجه اسمه من انزمد الاتاكس بالاعتماد بس على تزييف معلومات الماك ادرس بعض الناس اللي هم مثلا من جيل التسعينات اللي حضروا الانترنت مثلا في الالفنات والكلام ده قوي الالفنات عارفين ابليكيشن كان اسمه نت كات او الارب سبوفر اللي كنت بستردامه بتقدر ان انت تقطع النت على اي حد شغال معك في الشبكة وتاخد سرعة الانترنت كلها الواحدة الابليكيشن ده كان قايم على فكرة ان هو بيزيف معلومات الماك ادرس وبييوحي للناس كلها ان اي بي ادرس او ماك ادرس الراوتر اللي بيطلعك عن نت هو اي بي ادرس مختلف تماما وانت الواحدة اللي مشغل البرنامج ده كنت بتبقى عارف ايه الماك ادرس الحقيه بتاع الراوتر فكان كل الناس النت عندهم بيقطع وفقط الرجل اللي بيرن من عنده ابليكيشن نت كات هو اللي عارف مين هو الماك ادرس الحقيه وعارف يطلع نت بشكل تقريدي وشكل طبيعي النقطة الاخيرة معنا بس ودي معلومة لنا يعني كده الزمن يعني هو دونت زي ما احنا قلنا ان الماك ادرس عموما كان الاسباس بتاعه حوالي 281 تريليون ادرس وقلنا ان العدد ده لو قسمناه على عدد سكان الكرة الارضية هنوصل لحوالي 40 الف ماك ادرس للشخص الواحد ولكن على الرغم من الرقم الضخم العظيم ده لكن الاي تريبل اي او في بعض الكونسرن او بعض البردكشن ان الرقم ده حيخلص او حيستنفذ بحلول سنة 2100 تقريبا فعشان نجاب حاجة زي كده او عشان الاي تريبل اي ما تقعش في مشكلة زي كده لان خلينا برضو فهمية مع بعض يا جماعة احنا ايام مخطرة على الانترنت ما كانش فيه في دماغنا ان احنا اوفر الانترنت هنبع مكالمات فيديو ما كانش فيه في دماغنا ان فيه كاميرات هتتوصل بالنتورك ما كانش فيه في دماغنا ان حيحصل حاجة اسمه اي بي تليفوني ان حيحصل سنسور دلوقتي مش هستغرب لو قلنا ان التكييفات او التلاجات اللي في البيوت اللي هي الادوات المنزلية الاجهزة المنزلية ببقى محتاجة تتوصل بالنتورك عشان وانت قبل ما تروح البيت تشغل التكييف تتأكد من درجة حرارة الاجهزة الحاجات اللي انت قطلت جواه التلاجة اللي اخر هذا الكلام الاسمارت هوم والكلام ده كله بقى فيه احتياج جامد جدا لاجهزة الشبكات بشكل عاد فتوزيع المكات احنا مش عارفين المك ادرس دي فعلا على الرغم من الرقم الكبير ولكن ممكن يبقى معظمها مستغل خصا برضو ان احنا شوفنا ان في حاجة اسمها جلوبل ولوكل ومالتي كاست فدول برضو واخدين اكيد من الحزبة يعني اكيد اليوني كاست المك ادرس جلوبالي اصايند مش اه مش متين واحدة امين تريليون لا بالرقم اكيد اقل من كده فالرقم ده هيجا علي وقت وهيخلص عشان كده الاي تريبل اي عملوا ابتكار جديد او عملوا اوراق بحسية جديدة او عملوا ابروفل لأوراق بحسية جديدة بتتكلم ان المك ادرس ممكن نكبر الحجم بتاعه ويبقى 64 بيت بدل 48 بيت لما هنكبره للحجم ده هيكون الاي او اي فاليو لسه زي ما هي 24 بيت ولكن بدل ما كان الكلينت ايدنتفاير او السيريال 24 بيت فقط فهيبقى 40 بيت يعني بدل ما كنا 16 مليون لأوي اي الواحد يعني كنا نشوف مع بعض كنا الاول بقول اتنين باور 16 فهيديني اوبشن اسف اتنين باور 24 فكان هيديني اوبشن 16 مليون مك ادرس دلوقتي بقى لما اقول اتنين باور 40 حيديني حوالي هنا دول كده 6 حيديني حوالي كده حوالي تريليون مك ادرس ان ما كنتش مخدم كده تريليون مك ادرس فكده كل اي او اي ممكن اخد منه تريليون مك ادرس فشايفين طبعا الحجم او التطور الكبير اللي هيحصل لما هيبقى المك ادرس اي او اي 64 مش اي او اي 48 فطبعا ده كده بالطريقة دي حوفر اجهزة اكتر لكل فندور وححل مشكلة الايجزوشن او النفاذ بتاع المك ادرس اللي انا قدر اوزحها بطريقة الاي او اي 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 64 كمان انت هتعرف ان شاء الله في الاي بي في سيكس ان الاي بي في سيكس لما بيعمل حاجة اسمها الاوتو كونفيك ادرس بيعملها بناء على حزبها على المك ادرس ولكن قبلا ما بيحسب على المك ادرس الاي اي 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 48 بيحولوا ل ما اسمها اي 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 64 بطريقة معينة بح الاي بي ادرس بطريقة او الينك لوكل بناء على المك ادرس بطريقة الاي اي 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 64 وحاليا دلوقتي على ما اعتقد وعلى حسب ما انا دورت لحد سنة 2021 لسه ما فيش سويتشات بتدعم الطريقة بتاعة الماك ادرسيز اللي تكتب 64 بيت لكن زي ما قلنا هو تطوير حاصل عشان يبقى جاهز لموضوع ان لو حصل نفاذ لعدد الماك ادرسيز اللي ممكن اوزعها في النتورك يبقى فيه عندنا خطة بديلة ان احنا بقى نطور شكل الفريم نخليه بيقبل عدد اكبر من البايتس بدل ما كان بيتكلم فيه 8 بايتس هيبقى في الحالة دي هيبقى عندي على ما اعتقد كده هيبقى عندي حوالي 7 بايت تقريبا ما كنتش مخطئ يعني 7 او 8 بايت هيبقى 8 بايت عموما بادرة 6 بايت للماك ادرس فطبعا ده هيستلزم ان حجم الفريم هيزيد حجم الماك ادرس تابل هيكبر فالمغزون او الجدول اللي على سويتش معدن ان هو يتطور وهيبقى فيه طبعا تطور كتير جدا نتجة عن الخركة زي كده بس كده دي كده كانت كل المواضيع الادفانس اللي انا محتاج ان انا اتكلم فيها بخصوص الادفانس التوبيكس في الماك ادرس وبكده نكون ناهينا الموضوع بتاع الماك ادرس بكل التفاصيل اللي انت ممكن تكون محلاك تعرفها من اول ليفل النيتروك بلاس لحد ممكن ليفل وان شاء الله لو فيه اي حاجة ممكن ان احنا نتعرض لها او معلومة جديدة اضاف اكيد هنتم ذكرها وعمل تحديث للقايمة دي ان شاء الله واضافتها بحيث يبقى الكورس بتاعنا مرجع شامل في الحاجات اللي هي علاقة بالنيتروك فونديشن ان شاء الله شكرا جزيلا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته